في عاصمة الكوكايين بالعالم كولومبيا يظل العنف هو القانون المسيطر هناك بابلو إيسكوبر أشرتريري مخدرات في العالم يحكم البلاد بقبضة حديدية مميتة قاتل مراوغ وشرس أخاف الشعب الكولومبي واجعل الناس يعيشون في رحب أسليب إيسكوبر الفريدة والخطيرة وأحداث العنف الحقيقي ليلة القبض عليه ينقلها لكم هذا الفيديو ولكن قد الخوض في التفاصيل تبعوكم مشاهدين الأعزاء إلى الضغط على زر الإعجاب كذا على زر الاشتراك وتفعيل خاصية الجرس لتكون أول من يتوصل بكل جديد غريب وواقعي لمتابح أمريكا الجنوبية كولومبيا في العاصمة بوغوتا سنة 1991 شنت الولايات المتحدة الأمريكية 170 مليون دولار لتخلص من هذه ارطناعة وأثناء انتخاب الرئيس الكولومبي سيزار جافيريا سنة 1990 وعد خلال برنامجه الانتخابي بمكافحة المخدرات وكذا هزم المنظمات الإجرامية والتسليم وإرسال المجرمين إلى الولايات المتحدة للمحاكمة وعلى بعد 250 كيلومتر شمال بوغوتا بمطقة ميديلن كانت القوات الخاصة الفيدرالية تقوم بغارة لمكافحة المخدرات تتكون من فريق كولومبي تحت قيارة كولوناير أمريكي في مباحث مكافحة المخدرات كانوا يعرفون جيدا أنهم يواجهون أكوى وأعنى في موزع مخدرات على مر التاريخ فمصانعه تغرق الولايات المتحدة بالطنين من المخدرات يوميا إنه صبي رفي يعد سابع أغنى رجل في العالم ويعيش حياة رفاهية بمزرعة خاصة التي تبلغ مساحتها 3000 هكتار كما يصور أفلاما بمنزله عن تفاصيل حياته مستعينا لمصور محسرف وتظم المزرعة حديقة حيوانات إفريقية وخط جوي لتريب المخدرات وإحضار ذقائه وعائلته لحضور الحفلات كان إيسكوبر قريبا من عائلته وخصوصا أخته مارينا التي تقول أنه كان أخا رائعا ومحبا ومحترما كان رجل أعمال بارح لكنه كان يحتاج إلى دعم شعبي لذا قام ببناء المدارس وملاعب كرة قدم وتصدق بالمار على الفقراء فأحبه سكان مدين حيث كان رجل العصابات في كولومبيا يعتبر بطلا لكن إذا اعتربه أحد الناث قد كان يعذب يحرك يذبح ولم تسلم حتى الشرطة والقضاء والسياسيون من بطشه كما كان يرسل أولاثا يمدهم بالمال ويهددهم بالقتل للتصويت على من يريد أثناء الانتخابات وفي سنة 1989 وصلت قصوة إيسكوبر إلى مستوى جديد حيث فجر طائرة تجارية بالجو ليسكات مخبرين والنتيجة قتل 110 أشخاص كما لم يكن يشعر بتأنيد الضمير لقتل الناس بعد هذا وصل مفرتيش بنيا وفريقه بناء على وشاية إلى حذ المنازل وكانوا يعرفون أن إيسكوبر قد قتل أكثر من 400 رجل شرطة من قبل وعندما صعدوا الأدراج لمواجهة مجرم خطير لم يستسلم بدون القتال وجدوا أنه قد هرب فقد كان يسبق الشرطة بخطوة دائما فقد أصبح القبض عليه مسألة أمن وطني ومن أجل مصلحة البلاد قرر الرئيس الكولومبي التفاوض معه فطلب منه تسلم وإيقاف نشاطه الإجرامي والدخول إلى السجن من 4 إلى 8 سنوات مقابلة أن تسامحه الدولة على كل جرائمه اهتم إيسكوبر بالعظف الأول لكن العقبة الوحيدة آمه كانت هي إذا تراجع الرئيس وسلمه إلى الولايات المتحدة الأمريكية حينها سيكون عاجزا فقد كانت جبلتك المفضلة دائما وفضل قبرا في الكولومبيا على ذنذانة في الولايات المتحدة الأمريكية في شهر يونيو من 3991 تم التصويت على إلغاء اتفاقية تسليم المجرمين إلى الولايات المتحدة الأمريكية ففارح حينها آسكوبر لأنه أصبح ناجيا ولم يعد يمنعه شيء من قبول عرض الرئيس الكولومبي فسلم نفسه تحت أنظار الآلاف من المواطنين والمصورين من كل أنحاء العالم بمادلان ولكنه طلب أن تحروصه فرقته الخاصة وأن يكون السجن قريبا من مزرعته وخارج صراحية الشرطة ومجاهدا بكل وسائل رفاهية أبلفعل وفق الرئيس الكولومبي لكن ومن شاري يوليوز من سنة 1992 قتل آسكوبر رجلين من حراسه بعد الشك في خيانتهما كما استمر في يدارة إمبراطورية المخدرات من داخل سجنه وهو ما اعتبرته الحكومة تماذيا كبيرا من طرفه وبعد أقل من ثلاث أسابيع اقترض أكثر من أربعمائة جنديا فيدراليا من سجن آسكوبر لاستحابه إلى سجن محكم في بوغوتا وكان يرافقهم مسؤولين حكوميين حمل إليه أنظارا من الرئيس بالإستلام ولكنه أخذهم رهينة أتصل بأخته وأخبرها بما حدث أن كولومبيا خدعت كما طلب منها أن تتصل بالرئيس وتطلب منه أن يتراجح لكنه ظل مسرا وفي الصباح الباكر من اليوم التالي هرب أسكوبر رفقة تثعة من رجاله وترك الرهيناتين بالمكان في حين لم يستطع أحد أن يمنعه وأمن هذا التطور الخطر اتصل الرئيس الكولومبي باستغفير الأمريكي في بلاده أطلب منه المساعدة والتدخل للقبض على آسكوبر بأية وسيلة يريدونها وبعد التواصل مع البيت الأبيض وصلت المساعدات وهي عبارة عن أحدث وأضرق التقنيات في التجسس وتحديد مكان المجرمين كما أنه في شهر يوليوز من ثنة 1992 أصل فريق تجسس إلكتروني أمريكي إلى كولومبيا لتحديد مكان أسكوبر مستخدمين تكنولوجيا سرية فما أن يرفع سماعة الهاتف حتى يستطيعون تحديد مكانه والقبض عليه لهذا الغرض استخدمت الفرقة طائرة خاصة لذلك وبالفعل ومن خلال إحدى المكالمات استطاعوا تحديد موقعه في ذوية من بلدة مادلين وتدخلت مرة أخرى الفرقة الخاصة لكن المسكنة كان عبارة عن مجمع شقق يضم آلاف الأشخاص لذا تراجعوا وقرروا التدرب على التدخل كما بدأت الشرطة في استداف شركائه بدلا منه وخلال شهرين ألقت القبض على إثنى عشر شخصا وصادرت إثاني فاصل خمس مليون دولار نقدم في هذه الأثناء غضب إسكوبر أعلن عن مكافأته لكل من يقتل رجل الشرطة قيمتها ألف دولار ومن يقتل كولونار مارتنس 30 ألف دولار ومن يقتل مفتش بينيا مقابل 300 ألف دولار فخاص أسراد الفرقة كما شهدت الشوارع أعمال قتل لرجال الشرطة وترجيل قنابل بشكل يومي وفي نهاية السنة كان قد قتل 26 شرطي وفي شهر يناير من سنة 1993 وأرى تكلفة الباهضة الهروبه وبداية انهيار إمبراطوريته أعرض إسكوبر أن يسلم نفسه مرة أخرى مقابل التساول في الحكم وأن يحل الرئيس فرقة البحث مهددا بحملات تفجير واسعة لكن الرئيس رفض الطلب بعد أيام اتجهت سيارة يقودها أتباع إسكوبا في مدينة بوغوتا بداخلها 100 كيلو جرام من الديناميد نحو وزارة العدل لكن تراجعوا أمام وجود عدد كبير من الجنود ورجال الشرطة وأوقفوا السيارة أمام متجر لبيع الكتب بالتزامن مع اليوم الوطني للكتاب الذي يشهد توفد عدد كبير من القراء والمشترين على محلات الكتب وبعد لحظات انفجرت القنبلة وبات 25 شخصا وأصيب 70 شرون معظمهم أطفال وبعد يومين من الحادث بدأت حملة هجوم على إسكوبا تتابق قتل وتشويه جثث رجاله وبعض المقربين وهو ما أخافه بالفعل وفي شهر أبريل من سنة 1993 أمر إسكوبا بهجوم آخر على العاصمة بوغوتا حيث قتل 11 شخصا وأصيب 200 آخرين بجروح وفي شهر نوبمبر من سنة 1993 علمت الشرطة أن إسكوبا يخطط لتهريب عائلته إلى فرانكفورت ألمانيا وبعد التفريم توصلت الحكومة الكولومبية مع وزير الخارجية الألماني وبالفعل ثم ارجعوهم إلى كولومبيا وهنا رفقتهم الشرطة إلى فندق وسط المدينة حيث غادر كل النزلاء وتمت حراسة الفندق من طرف الشرطة فهم يعلمون جيدا أن عائلته هم نقطة ضعفه وبحرور الأول من شهر دجمبر من سنة 1993 الذي يصدف عيد ميلاد إسكوبا الرابعة والاربعين ومضي 16 شهرا على هروبه كما أن إمبراطوريته قد بدأت تنهار اتصر به ابنه وأخبره أن صحافيا يريد أن يجربعه لقاء عبر الهاتف من شأنه أن يرمع صورته وفي الغد أي في الثاني من شهر دجمبر في نفس السنة تجهز 23 جنوية للقتال وموجهة أخسر الرجال فاتصر بابنه وبدأ مراجعة أسئلة الصحافي المزعوم في حين فتم مراقبة المكالمة لتحديد مكانه وبعد دقائق تبين أنه في مركز تسوق حيث حلت فرقة البحث هناك وكان المكان مليئا بالذباء لكن وبعد البحث لم يجدوه فقد كان يتحرك باستمرار لكنه ظل مستمرا في مكالمته مع ابنه لما جعلهم يحددون مكانه مرة أخرى داخل أحد البيوت واصلت فرقة البحث إلى هناك وعند مدهمة المنزل أخرج مصدثه وأطلق المعركة ما قتلت الشرطة حارثه الشخصي ثم قفز أسكوبر من النفيدة في الشارع حيث كان محاصرا بأفرد القوة الخاصة وأطلقوا عليه ثلاث رسلطات وواحدة في الرأس وضعت بذلك نهاية لمعركة استمرت 16 شهرا ومات خلالها 147 شرطي و117 مدني وأصيب 180 شخصا أخرين وفي الغد وقيمت له جنازة حضرها الألاف من فقراء مادلين الذين لا يزالون يرون في أسكوبر البطل ورغم مرور كل هذه السنوات على موت أسكوبر لا تزال العديد من الميليشيات والعصابات تسيطر على سوق تجارة المخدرات حيث تعتبر كولومبيا عاصمة المخدرات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر